بسم الله الرحمن الرحيم فده بيكلف الخزانة المصرية وإحنا بنتابع المحاصيل الاستراتيجية دايما بنشوف أن هناك تنافس شديد ما بين هذه المحاصيل ومحاصيل أخرى وبالتالي العلم النهاردة بقى عليه عامل كبير جداً علشان يزود الانتاجية من نفس وحدة المساح من خلال استنباط أصناف وسوريلات جديدة تكون انتاجيتها مرتفعة مقاومة للأمراض عشان نقلل الفقد في هذه الأصناف وبالتالي دا بيبقى عليه عامل كبير جداً ومؤخراً احنا شفنا كمان المشاريع القومية وزيادة المساحات الخضراء في مصر لما نيجي نتكلم على مليون ونصف مليون فدان والدلتة الجديدة دي كلها إضافة إلى الرقع الخضراء في مصر وزيادة في انتاجنا من المحاصيل المختلفة هيكون النهاردة معنا في فقرتنا الحوارية بعد الفاصل الدكتور حاتم المحمدي رئيس قسم بحوث الزرع الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لأن النهاردة احنا عندنا محاول كتيرة جداً عايزين ننقشها من الأصناف والسوريلات وطرق الزراعة كمان عايز اتكلم على دور العلم النهاردة في زيادة الانتاجية من وحدة المساح هبتدي معاكم فقرتنا الإخبارية وأول خبر هو مش جديد الكلام فيه وإيامة أو أيام كثيرة نقشناه وهو الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا إيه اللي مطلوب من المواطن أنه يعمله وعدنا بمراحل كتيرة وبيوم بعد يوم كان في زيادة من الوعي لدى المواطن النهاردة كمان بنشوف أن الرئيس بيطلق مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الإفريقية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية بالتنصيق مع الاتحاد الإفريقي وقال الرئيس السيسي في كلماته خلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرينة ومستدامة في إفريقيا ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة إفريقيا اليوم أن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط في إفريقيا بل باقي الدول ولافت إلى أن المشكلة دائما تكون في قلة الموارد وشح الأموال المخصصة مشيرا إلى تجربة مصر في تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لمائة مليون مواطن ورغم قدراتنا الاقتصادية المحدودة قدمنا خدمة طبية مميزة بما تعني هذه الكلمة وأضاف أن قلة القدرات لم تحبطنا فلا توجد عقبة تقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي وتابع تم حل مثائل كثيرة بالمبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة ويروس سي وكلها كانت استهداف لتحديات بعينها عندما يتم تجاوزها تضعنا في منطقة أخرى إلى جانب قوائم الانتظار والتي لا تشمل علاجا طبيا عاديا بل علاجا طبيا ضخما يشمل عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والمفاصل وده كان فعلا نتاج لمجهود استمر لفترة وجيزة يعني إحنا لما نيجي نتكلم على فيروس سي بقى أنه كم سنة بنتابع هذه المشكلة تاريخ سنين طويلة جدا بنتكلم على فيروس سي وكان الحديث دائما على تجنب الإصابة بفيروس سي إيه طرق العدوى بفيروس سي لكن لما شفنا حملة أو المبادرة للقضاء على فيروس سي كان فيها قرار واضح تم تنفيذه بالعلم هنقضي على وجوده هنمنح العلاج للمرضى هنقضي على قوائم الانتظار اللي كانت بتسبب مشكلة صحية كبيرة جدا للمريض اللي منتظر عشان يقود العلاج النهاردة انت قضيت على فيروس سي حملة 100 مليون صحة كانت في الحقيقة رصد حقيقي لصحة المجتمع المصري رصد حقيقي للأمراض الوراثية كشف حساب لاحتياجات القطاع الطبي في مصر وده نعكس على إدارة أزمة فيروس كورونا لأن انت كان عندك معلومات بالفئات العمرية بالأمراض المزمنة كبار السن الصغار وكان فيه يعني تنظيم شديد ما بين الإمكانيات الطبية والمستشفيات والقطاع الخدمي للمنظومة الصحية في مصر وتوفير مظلة حماية للمواطن يعني المستشفيات الحكومية أثناء فترة أزمة كورونا في بدايتها قدت دور رائع وقدرت تكون فعلا دعم للمواطن المصري نهارده أيضا الرئيس السيسي من خلال هذه المبادرة بيدعم الدول الأفريقية بتقديم لقاح كورونا وزير الرئيس يشارك في اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرئي افتراضيا في اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ والمنعقد من فعليات مؤتمر دوشنبي للمياه والذي تستضيفه دولة تاجكستان حاليا وفي كلمته توجه عبد العاطي بالشكر لدولة تاجكستان على استضافة اجتماع لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ وتنظيم مؤتمر دوشنبي للمياه مشيرا للاهتمام الكبير الذي تليه مصر لإتلاف الدولي للمياه والمناخ والعمل على حج الدعم الدولي للإئتلاف في كافة المؤتمرات الدولية مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه والذي عقد بالسنغال في شهر مارس الماضي واسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي عقد بالإمارات في شهر مارس الماضي واسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم ومؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل وأشار عبد العاطي لأن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر الأمر الذي يستلزم تكسيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت البيئة تعلن مدينة الخرجة أو المدينة صديقة للبيئة والمناخ زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم محافظة الوادي الجديد لإعلان مدينة الخرجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالة يوم البيئة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة وصاحبها اللواء محمد الزملوت محافظ الوادي الجديد ونواب البرلمان وممثل الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة واستهلت وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى درجات ومسجد وذلك على مساحة تسعة فدان وقامت وزيرة البيئة خلال جولتها بصحبة المحافظ بزيارة لأحد المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشروع واحة الحرير وتم إطلاق حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد ووضعت الوزيرة حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة 1.5 ميجاوات وتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه وتفقدت الوزيرة والمحافظ مصنع تدوير مخلفات النخيل وتجربة لزراعة أحد أسطح المباني كما تفقدها مركز التكوين المهني بالخرجة وإعلان المدينة خالية من البلاستيك رئيس هيئة الصرف شبكة المصارف الزراعية تخدم 8.4 مليون فدان قال المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف مسؤولة عن إدارة شبكة المصارف الزراعية المكشوفة والمغطى والتي تصل أطوالها إلى أكثر من 22 ألف كيلو متر وزمام يصل إلى 8.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية ضمن خطة مواجهة العجز المائي المتزايد نتيجة زيادة الطلب في ظل التحديات المائية التي تواجه الدولة في الداخل والخارج وأضاف صالح خلال حملة التواصل والتوعية التي نظمها البرنامج القومي الثالث للصرف في إطار نهج القطاع المتكامل الممول من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي في إقليم غرب الدلتة بحضور قيادات الهيئة وممثل الموارد المائية والري والمكتب الاستشاري أن هناك ارتباط بين إنشاء السد العالي وتأسيس الهيئة حيث أنها مسؤولة عن مواجهة نتائج التحول الجديد في نمط الزراعة إلى الزراعة الكسيفة واستغلال الأراضي الزراعية في زراعة أكثر من محصول خلال العام والتي كان من آثارها السلبية ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتطبيل الأراضي الزراعية وتطهور انتاجياتها فكان الحل الوحيد لمنع تطهور الأراضي الزراعية هو تزويدها بشبكات الصرف الزراعي ويعرف الصرف بأنه التخلص من المياه الذائدة عن حاجة النبات سواء وجدت فوق أو تحت سطح الطربة مع السيطرة والتحكم في مناسيبها تحت السطحية داخل منطقة جزور النبات لتعطي أكبر عائد من الانتاج الزراعي بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن محصول الدورة معاملات الزراعية الأصناف السياسة الصنفية كل ما هو جديد ويخص هذا الملف وانتظر من حضراتكم استفساراتكم